هذه إحدى الحصادات التي تعمل في منطقة حوران لتأمين ما أمكن من حصد القمح لسد مشكلة ندرة الطحين في محافظة ذرعاء ضعف الموسم المطري وارتفاع أسعار المشتقات النفطية إضافة إلى سيطرة القوات الحكومية على العديد من مناطق حقول القمح أدى إلى نفاذ مخزون القمح في المدينة أبو معاذ أحد المزارعين قرر أن يتحدث إلينا شرط إخفاء ملامح وجهه بالعمال في مشاكل قلت عمال وجور غالية وجور سيارات غالية سماد ما فيه كل شيء فيه أنه فيه مشاكل حتى بالحصادة التي بتحصيل القمحات غلبنا تأجبنا القمحات تأجبنا الحصادة لقمحات ببيعها فيه مشكلة بتخزينها فيه مشكلة بكل شيء صعوب حتى بقعدتنا هنا بالسهل فيه مشكلة المشاكل لا تقف عند هذا الحد بل تمتد إلى مطاحن القمح التي ما زال معظمها في مناطق تخضع لسيطرة النظام بالإضافة إلى قصف عدد كبير من المطاحن الخاصة التي تقع في أحياء يسيطر عليها الجيش الحر أحيانا الكهرباء بتيجي ضعيفة أحيانا الكهرباء ما بتيجي بالمرة أحيانا تيجي قريفة تدرب الشريط بنقطع ممكن ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام حتى يصلع الشريط فأضطرنا جبنة كمان مولدة مشان تشغيلها ومن أجل الحفاظ على ثبات سعر الخبز بادر عدد من أغنياء المدينة إلى التبرع بالأموال لدعم تكلفته في مناطق الجيش الحر إنتاج منطقة حران من القمح كان يقدر سنويا بحوالي مليون طن ولكن خلال العامين الماضيين لم يزد إنتاج كافة منطقة حران عن أربعمائة ألف طن إيادة جغبير سكاينيوز عربية محافظة الدرعة ترجمة نانسي قنقر